الفئة الناجية مذكورة في القرآن الكريم ليست بحاجة إلى هذا الحديث الضعيف والذي وصل للأسف وصل إلى الزيدية إلى الشيعة إلى ربما الإباضية لكن مصدره هذا من الأحاديث المنتقلة التي انتقلت من السلطة الأموية لأنها سلطة تصل إلى كل المنابر فالأحاديث تنتقل أحاديثها تنتقل في العنف وكذا وها وبعض الحدود وبعض العقوبات انتقلت إلى مذاهب أخرى وهذه ولولا ثورة الإنام الحسين لكن كل لكانت كل الفرق أموية تقريبا وكنا في وضع لا يعلم حالته إلا الله نحن الآن أفضل بكثير الحمد لله أي حكم ظالم أفضل من بني أمية من عرف بني أمية أي حكم ظالم تصوروا في العالم ما أذكر أسماء سلاطين أي حكم ظالم صدقوني بني أمية أبلغ بكثير وما هذا الحكم الظالم إلا نتيجة من نتائج الأصال لبني أمية وعاضهم ومرجئوهم وجبرييهم ومشبهيهم ونواصبهم وهكذا هذا فعلا